لا 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 ما حتى الياخر منك يزقي كذي ورتاح تابر والرحمة حقك بس بلاي اشتركوا في القناة والذي أترك أنكم تفعل دعا الذي أرغبني و أعطيه و أعطيه و تجربة، و أقلت لتجربة مجموعة ما أنا سأتحدث عن اليوم هو بسيطة ما نتحب من الى الهدوة الحجية و ما يمكنكم من الى الهدوة الحجية من الى الهدوة الحجية هناك بعض الأشياء التي سأقوم بكثير عنها وإن شاء الله أعتقد أنه إذا كانت تحديث عن هذه الأشياء وإنها ستجعلنا أكثر من أفضل ما سأقوم بإمكانك تحديث عن الأشياء ما سأقوم بإمكانك تحديث عن الأشياء وإن نعم كثير من أفضل لذا، فلسف، لا تنسلت في مطارنة وإن تنسلت في طريقك تحديث عن طريق لكنها فقط لتجعل حياة أكثر من أفضل ما نجد أنه هناك بعض الأشياء المترجم للغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ساعدك في الزوار رائحة والمواطنة الظروت للزيولة أو تشارك أيضا إن تشاركت بسحرك مهادك قد تحضير حتى إذا كان الإصلاح المتحاول لا تستطيع الحالة إذا كان يضح لعني إذن إذن أن تسلم ويقصد أن تمرك تحضير لكي أتنجت أن ترحệu أن قصور أمضح عندما تصل إلى جيدا نعم ، نعم ، في مرة يمكنك أن تسازلون جيد أو مدينة كما المبدأ لدينا رسالة هي مدينة وهذا هو أيضا من المجال المصري من المجال لأن الرحلة من جيدة إلى مدينة سوصاً مضبطة إن شاء الله سن نتحدث ذلك لكما يمكنك أن تفهم لكنني أيضا فإن أحسن أن هناك بعض الناس من ذلك tendency as far as city tickets are concerned or also sometimes there might be a problem as far as cost is concerned because flying to Medina is a little bit more expensive than no flying into Jidda we have found over the years that people in Jidda can take anything between 8 and 24 hours before they get to Medina whereas if you are in Medina سيأخذك على المدينة لكي تجد في تلك الحدل. الأمر هو أن تحجل مدينة المدينة الأخرى وكما تأتي في المجرس الأفضل. ستجد أن تكون ليس أولاً السيارة. هناك الكثير من المدينة المدينة ويقومون في جيدا أعبارات العربية أولاً يساعد أولاً أولاً وضعاً أولاً 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 المشروعة التي علينا أن قد يماني أن يوم الأولى أنفسكم في جيته أن فقط يوم الأولى في الحلوة أما قد يستمر حاجة في هذا الجداد؛ من الأولى أننا تستمر حاجة من العامة لكم هذة الصموم هي أنتي تجد من الأحيان مجموعة من الأولى المناطس من أولا تجد من أولا لما ستجد من الأولى أن نجحة من الاتحالة يحب بفضلنا مع أخرى من أشخاص. والأصغير من أشخاص من أشخاص في شخص نحن نحو أسرع أن نحو أفضلنا مع أشخاص بشخص نحو أخرى. بالشخص حسنا على دهنوريوم أو تنهائينا أو تنهائينا أو تنهائينا بشعبنا. من المشاهدة أن أصعب أن تريشل 90 ب逢هاية. فعندما تلقاتك إلى جيدا سعيدا كل هذه الأشياء يقعون مدفعات. الآخرين المؤمن التي تمام في الجيدة هي أن الى أسسابي المساعدات من المساعدة التي يسه في مدينة تجاريع بين أنفاة وضبعت متعددة إلى ورحيبها وهذا الشيء يصبح من المساعدات نعطوها بعد إذا فقد ذهبت قبل 8, 10 ل 12 وارخيطة على المساعدة لذلك لذلك نجمع أنك في مدينة في مدينة هذا سيأخذ كل هذه اجتماعات ولكن مجموعة إلى مدينة ومجوعة إلى مدينة في مدينة ومجوعة إلى مدينة في مدينة شكرا شكرا كنت أخبركي أنت في هذه المدينة مدينة القديمية سيأخذ أني سيأخذ أنت على المدينة التي يتسجرently عن المدينة التي تسجرًا لها لا أمر لا أجرًا أمرأت قليلاب لأجي أو أجيكمال تحقليلاب لأجيكمال ما أعرف أن أعرف أن الأعانيين يجب أن تجربة 2x23 كم. أعرف أن الأمارات، كتاب، ومعات الأعانيين تجربة 30 كم. المقام الذي يجب أن تجربة في المنزل هي 32 كم. إذا كانت تجربة 33 كم، يجب أن تجربة المنزل. أيضاً لتكعلين بأنّ كما يمكن أن تحجرب với أي أي حالوق دواه و siguiente دورها، يجب أن تجربة 30 كم. المقام التي تجربة معwoرذيها ب 31 كم. لنعلق م موقتي أن تتعرضت داخل كم تلديه في المنزل. وأبوه انحزار أن يجد في القناة الماضية أن تبدأ في جديد أن الآخر المنزقات بأن المتقاعدة في سودي اعادة أن يجد أن يجلس على المساعدة في سودي اعادة بها تدافق إنه لك يضع الموضوع من مقوة فيها عندما يتحرين من قنع من المالين يجد أن تستطيع التحيش في أحديث سودي هناك تقدم إزالي من أعادة ولكن من المتعيني هو أشياء برواوب. أريد أن أتبقي أن اتبقيًا في شخصي إلى الساعداء، أینكب أن يكون يقدم إقانيا في 23 أشياء. وأولاً إذا أنت حققًا ، يمكنك إ지عاروا إلى هناك قطعة. الآن أريد أن اتفاقق على ساحة المثال. الساحة المثال في تنزل التبع في تنزل التنزل يؤدي. التي تعجبت من الجيدة إلى مدينة desafortun إلا تشتري علينا إنهم من نوعين وقد تشتري عليهم وإنهم من نوعين accepting البشر الأجياء يكون حدود، ولكن هناك وعادة المباشرة المتابعة. عددًا هذه هي منطقة عبرنا واضح أيضا shortsكفي عن الناس للبيعية لأنهم لا يمكنوا الوافر إلى المدرب الجيدا لسب fusionكيش. كمجتمع الأساسي يمكنها اجتماع الإنجان على الإثاراتこضية. This has been very challenging especially when you are leaving from Medina after you have spent your eight nights or nine nights in Medina you need to obviously come to Makkah. 99% of the South Africans travel to Medina first. They do the nine days or the ten nights or whatever the case may be depending on the contract that you signed في مدينة ثم نعودة إلى مكة نحن في عامرنا 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 تشاركين طريقة كلها بعض الأحيان لا يعمل بعض الأحيان بعض الأحيان لا يعمل ووجود هناك تشاركين ويبقوا تشاركين لتطور أي شئ ثم جدا رسم الله لأنه سهل يكون على ذلك المساعدة. أريد أن أجعل ذلك أجعل وكما أعرف بكم أننا لا يوجد أي مقاعدة على ذلك المساعدة. هذا هو أجل ما نحن نحن أجل 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 ما هو مجلسة أجل لأنه في الأجل أجل عندما هذا المساعدة أخذ أجلنا المساعدة وهم قالوا أنهم لديهم مما مجلسة لر سال، لتحجب هذه الخالج، ماهمهم حفظه؟ لأنهم يسجحونممم مفسدهم منما. والبس منذ منذ الضاجات، لموقعهم لا يمكنهم أن يكون خلال عربية. يمكننا فعلهم بهذه اليوانسب. ؟ ‫تستمر على الأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممينة. أيضا أكسبك على القلبك. أن تصبك على محسن البصيد منك بك وكم الأتبلغي. ولكن لدينا العودة المساعدة لم يخصص من البصيدما إلى محسن. نحن نكسية السعافرين من المشاعدة. فعث أكبر عندما حتى مديناء هم كما قلت بلدنما أو بلدنما من مدينة وحسب ن затем اتase من مدينة لتنفيذ إلحيب أجل ذلك أجلًا يكون من المشكلة لأن المشكلة لا يمكنك إليه لذا يجب أن تكون لديك إرسالي مما سيكون لديك مين معاقبة وهذا هو الفيديو الذي يوجد عندما يركز أجليًا في ذلك لذلك نتجاج أن يكون لديك إرسالي يمكنك إرساليك إرسالي أو إرسالي أو موضع أي ما يحدث لأنك أما أنت كم تشكوين كل من 2 مقطعنا إذا كنأت إن سمبل المسألة أو إذا اعطار الالمسألة هذا نسعي حول جهوراً لنا أجمع وما أجمع هذه أجمعاتي مإستمع بإمكانك تشكوين أجمع هذه أيضاً سواء أجمع هذه الأجمعاتي إنه لا يجب أن تجلس حتي لكمتنان ان تشكوين بإمكانك تشكوين لنيكون ستنعوا بإمكانك القدر إذا كنت أردفت المسألة أو لا تردف لكن أمسك أنه One أعضي مدفع للتعامل منه أجهي بعد أنه يساعد لك على المعارض لأنه يشعر أن هذه القارضة لك. لذلك أريد أن أريد أن أعرفك لك. من رأس مرحلة من نفسك في جدده يوجد جدده يكون هناك ملابسا ونك فيكم وعندما يوجد لك في المعارض لك. لديهم ليس هناك لكي كمقودة. نجل نفهم أن نجد أننا لم نتمكن من قودةة في الإرسالي في سعودة. نحصل من المبنى بالقبت mundإن المقبت فينا ما قلنا مجالنا كل شيء لا تشكشة من المقبت السجين نحصل مجلما لتساولى وهو تأتي الحجم لا تنظرنا كم منك لا تنظرنا كم منك كم منك للكي تشكف عملها يكبرنا بلصة للحجية جنة الناس قد هنا كان لكي تشكف عملها ولست ليس كثير ترجمة نحرية فى العربة ايضاً حاجة اول مدينة استردام أن تلقف انتعاف الوصف لأن الكبار من الناس إذا لم ambos أحدهم خارجاء فى السنة نحن كمساء الجنس من جيد من رصب مرضى لذلك أن نحن على التلقف لأن تلقفت موضوع إذا نحن أن نسألن في المقارس ادليه تتضعن في المكان معلومة هذه تقزيح على پر صورتك لأننا مرحلة لهم وتخلص لأنهم يمكنهم لهم بإيش تجربة للغاية لذلك في القائمة لك يبغي يتمكن عليك يتمكن عليك يتمكن يتمكن عليك يجب أيضاك في المدرểm ترجمة الحجرية لا يمكنك أن يكون في الحجرية لسبب رأس المسيحة لدي المسيحة لدينا مشكلة لذلك تكون هناك تحضير معنا س وإن شاء الله الله عزيز سيجعل ذلك جميعا في نحوانك فقط إذا كانتكم في البسزر سيكون المدينة تجاوز أن المدينة المدينة بسزر منامت في بس فقط في مدينة مدينة وهو حول أن الاسعجح موضوع من حياته هناك ساوج فلس bratان الجمهات لا يستطيع طريق التحجيل و حين كانوا هناك للإجراء إذا كان الجمع العمل في الأشياء يجأ انا لموضوع من حقوق من الانجاب ولكن إذا كان لديه واحد فلسئا من المشيخ المترضين المواد السفات أو الموضوع أو الموضوع يمكنك افضل من الاسعجح في الاسعجح إذا كنت هناك نحن لا أقل لكي تجعلها جدًا لكي تجعلها إذا كان كل المحاولات سوف يضعون في ذلك السابق ويأتي في ذلك السابق سوف يسألك إلى مدينة مدينة الحمد لله السبب هي جيدة الهتلون جيدة لذلك لا يمكنني أن تفرسي أي مشكلة فيها ما نحن نأخذ إذا أخذتها إلى مدينة تحاولي وخذي تحضر المساعدة وخذيها معك لقد أمتلك بعض الأشياء في عدة عامة أشياء في عامة عامة إذا كانت تطورها من المشكلة لكي تستطيع أن تكون لديك أشياء في أحد المساعدة ويجب أن يساعدك في عامة 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 أمرا تجربة عامة أصدقاء ويقضت في المنزل أعتقد أنهم أجدها بعد أشهر في حالة أشهر في 7 أو 10 دن لأنها لم تكن موجودة علىها وكان مجدداً لهم من أجل فعنها في الحجر هناك موجودة مختلفة ولكن ما أقول في مدينة إذا كنت يمكنك تلك المزيدة لكي تكون في حالة من المدينة يمكنك تسأل من أجل بأسفل ويجب أن يسأل من أجل ولكن إن شاء الله في مدينة يوجد الواجهة على أسخة المنميشة وأعتقد أن الحجز ستكون مهاتفاً كما يكون في المتحدث عن حتل وفاصلات المتحدث عن ومن حتى حرم بعد 10 أو 9 دن على ما يكون في المتحدث ستكون في مكة لدينا مجددا في مدينة كما قلت المدينة ستكون في مدينة في تيبا على الثلاثة لدينا هذه الأطفال المتحدث عن المتحدث عن والفاصلات ستكون محاجم على كتنة من المقبلة، أنه يكون هناك. يكون هناك في إليه، هو سيكون مما يضيفًا بما ما نضيفنا وما ما لا نضيفنا. أريد أن أتحدث عن أحد أو أثناء مجرد ما هو قلق، ما نتحدث عن ما يقوله. ما نجد أننا لدينا أيضًا للموقع. إنه تبدأ من 9 أكبر من المرنة بعد زوهر بعد أسر. بين أسر ومغرب، نحن أبعد بعد مغرب إلى إشاء نحن أبعد ومن ثم نحن أبعد نحن. ولكن لا تأتي هنا وعندما تحصل على الأزان ومتقدم أن المتططور لك أنا أعتقد أن هذا مفرص يقول وما يحدث أن الأزان يأتي وما يأتي لأزانا، وما أصبح أزانا؟ ماهي أطفلت أزاني؟ أطفلت أنه ماهي أنا أطفلت؟ أطفلت أن أطفلت أطفال المساء؟ ما أريد أن أخبركم أنه يأتي أنه صلاة على أسفل يأتي على الأسفل أيضا لذا يجب أن تكون مراهناً وأنه أن تفهم أن أفهم نحن نعرف بأنه ل rä含 من الموخفة كلم Eddie أيضا السب preserved agu دائرة يمكنون أنittees لأنها السعودة مفارقة ، يجب أن يجب أن تكون هناك في مدينة كل داخل تراني بلد منظرها على جدًا. وأعتقد أن هذا أيضًا لأجراء الأعجياء. نعم ، عندما تتمكن منظرًا ، تحاول أن نظر بلد منظرها 50 دائمًا. لا يوجد رأينا لا تشال في مدينة بلد منظرها عندما يكون هناك 50 أشارك في مدينة في مدينة المنظر وكما تراني بلد منظر أن تريد أن تراني بلد منظرها. يجب أن نأخذ لنا في ذلك. أيضا في التصميم السجارة ، الناس يأتي في هناك و يتميز هذه الأشياء. ليس لذلك لا نريد أن نفعل ذلك. يجب أن نبحث عن المستخدمات ونشاء الله ، فنحن نحاول أن نفعله كما يمكن. نمبر مجلسي ، كما نحن نفعل المساعدات الموجودة. نحن نذهب إلى المدرسات الهتلية ومع المتبخة من المرحبات الغبارة لنا حتى من المرحب أحضر حتى لن أغرأة جوة من المرحبات إذا فلنبدأ هذه الأشياء فلنحن لا يوجد هناك جديد في المرحبات لتحذر المرحبات فأنا أريد أن تكون ذلك من قرارة من المرحبات لن نفعل أغرأة لنا نفعل أغرأة مرحبات لن نذهب إلى حتل مثل عندما تستطيع هنا لتحضر إلى الملحبات لتحضر إلى المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر whatever the case may be depending on your contract some people even go to the extent of six so whatever your contract states make sure that you get it advice to young couples from our experiences if you can afford it maybe even old couples i don't know everybody knows their own conditions better than i do try and get couple rooms it is more expensive a lot of frustration creeps in when the spouses cannot meet so to avoid that try and get own rooms but if you can't then you must understand those are the sacrifices you are going to have to make in azizia where you probably see your spouse once in a day maybe once in a week maybe once in three days i don't know but what i'm saying is these are the problems we have addressed these problems we have addressed these frustrations so i'm pre-warning you that if you can afford it try and get couple rooms yes the conditions does get a bit lower graded from makkah and medina again you should be prepared for that when we go on to the mashah there's no stars at all so you need to be prepared for that as well inshallah we will have a facility in azizia as well the medical one we haven't confirmed where we are going to be but we will notify you in time as to when and where we will be in medina in azizia sawg is there to make and facilitate we are governed by rules and regulations by the hajj ministry we need to abide to those things we are a supportive structure and inshallah al-aziz with your cooperation with your assistance with a positive attitude we will be able to deliver and we will be able to make your hajj a memorable one we make dua that allah accept whoever is going for hajj and we also request of you to make dua for us as mission members and our entourage to be able to serve you in order to attain the pleasure of allah we wish you a hajj mabroor and a hajj mabroor jazakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you know it's always an absolute honor to address the potential for judge and just out of interest when someone asks my mom why does he go every the young hajj the answer was i know here a commies i want to be a fan so inshallah one day that they will come but let's you know before we start off people why do you want to go for hajj you want to go for hajj because you want to come back as free of sin as a newborn child isn't that right so but i want you to say yes by standing up and stretching your hands because we already already saw why the medical mission had to be introduced into action before we actually went on hajj already so everyone just stand for half a half a minute just to stretch your legs stretch your hands and in case one of the famous chefs is here this is not an old ladies class this is everyone's class okay everyone have a seat shukran shukran for that people i'm not going to be too long but i'm just going to stretch the important points that we as the medical mission want to to get across to people and the first one is whoever has medical problems please see your doctor early on as soon as the list comes out and you know that you are going for hajj please get your medical conditions sorted out by that i mean if you have heart problems see your doctor make sure your doctor says you are fit to go and inshallah we're not there to tell people you are unfit to go you can't go on hajj we are there to optimize it and inshallah we have enough time to do that still those who have medical problems such as high blood pressure sugar asthma and so forth and you're getting your medication from a medical aid for example or from the day hospital please tell them now already that you are going on hajj and you're going to need two or three months of medication during that time you know previously you could go to saudi arabia and get everything free of charge and the agents actually used to encourage people to do that the saudis have caught onto that already so if you run out of insulin and hafiz sab has already indicated that the south clinic is a day clinic in other words we see we see day-to-day conditions such as flu pains and so forth we don't stop chronic medications so if you come to saudi arabia and your agents told you ah don't worry you can go to the hospital they'll give you insulin for example you can firstly it's going to cost you 20 reals to go to the hospital and that's not part of your south fees you get to the hospital they've already realized that people are doing this they'll maybe give you one pen or if you have high blood pressure they'll give you three tablets and tell them to go buy the rest of the pharmacy the real is now four hands so all tablets currently in south africa is about half the price that you pay in saudi arabia so it's not worth trying taking a chance and trying your luck to get medication on that side it's not going to work we've got the experience we can give you instances of people having to spend thousands of rands to buy the medication on that side so please make sure you have enough of the medication second point i want to raise is the heat and i know i know the president has already raised this issue but from a medical point of view we want to emphasize it already and last year i had a guy who told me there's an 80 year old man walking literally at 90 degrees with his back bend he's walking to arafa why can't i do that that 80 old man has been walking in such conditions all his life we don't even go to the shop you know by walking i mean we take a car to go there those people are also used to 50 degrees with heat for example in india it's heat and humidity so they're used to those conditions we are not and to put it in perspective there was close to a thousand heat strokes last year heat strokes is a condition where you can actually go into fits you can have heart attacks and you can get strokes it's not a condition that you want to and anyone to experience because the chances of dying we're not talking even of having side effects the chances of dying from it is quite high so heat strokes is important to consider and what we what my advice to everyone here is is going to be accredited take the longest package that you can take if you can go for six seven weeks fight with your work get extra days off and so forth but try to go for as long as possible and there's a couple of reasons for that the primary reason is that your body gets enough time to adapt to the heat you'll never be very comfortable in it but you'll be more you'll be less likely to get side effects from the heat if you go earlier and get it adapted to it more importantly is that the crowds in the last two weeks is tremendous i mean anyone who's been on Hajj last year for the four-week package for example well the ladies will tell you they could not get into raudul jannah they were fights they were skews they were they were shoves and pushes and so forth and they couldn't get into raudul jannah if you go over six seven weeks inshallah you'll have more than enough time to see all the beauty that there is on Hajj you know um five days of Hajj is as Hafiz Kuvadia said it's a physical experience you you're moving in heat you're moving amongst millions of people it can be uncomfortable um experience experiencing the serenity of Madinah the beauty of Madinah if you go early on it makes a world of difference it puts you in the mind that the sahaba has have been when they set off for their Hajj so that by the time you go you get to Makkah for your Umrah it's still relatively empty by relatively i mean you know it's going to take you still quite a long time to finish your Tawaf and your Umrah for example but at least you'll be in a different mindset compared to someone who comes for two to three weeks fighting amongst a million people just to do their Tawaf during the Umrah for example so if you can try to go for as long as possible I mean you will never get bored you might get bored after Hajj and yet when you're waiting for a flight to come home but I promise you even if you go two months before Hajj you it is enough to do and there's no ways I've ever come across anyone who's ever got bored during that time from a medical point of view there's this issue called MERS I don't know whether anyone heard about it Middle East respiratory virus syndrome it's it's a new disease which is only basically only found in Saudi Arabia and we think it is associated with camels we don't think it's going to affect the hujads but we know that people going to slaughter houses people going to farms where they are camels and where they want to slaughter their sheep they might be prone to get this type of disease the problem with this disease is that 40% of people get it actually pass away so our advice from a slaughtering point of view and I know most South Africans don't perform their own slaughtering but those small groups who want to go we advise them not to go slaughter this year and maybe next year either because we want we don't want people to catch this particular virus which we call MERS CoV and actually bring it home to people in South Africa and there is a potential for this virus to spread like that so that's that's the take home point that we from a medical point of view that we want to emphasize now when it comes to vaccines you know the I always call it the necessary evil everyone knows they have to take yellow fever and meningitis there's two types of meningitis vaccines available in South Africa the one is much cheaper than the other but the cheaper one is currently in short supply so what I would advise people to do once you've been accredited wait till maybe just after Ramadan to take your vaccines because a cheaper one might be available it's about 500 Rand cheaper than the current one that is available so yellow fever meningitis have to be taken it's compulsory from a Saudi point of view the one that's not compulsory but that we from the medical point always emphasize is a flu vaccine people you're paying 50 000 Rand for your hutch package if not more or in that region a flu vaccine is about 70 Rand but you know you we I can give you countless stories of people who've been on Arafa had a temperature of 40 degrees and can't remember what they did there yes they want Arafa yes they had their um alhamdulillah they had their Hajj because Hajj as we all know is Arafa but they can't even remember what happened to them there because that fever is running so high and the time that you are going to get flu is when there's three to five million people congregating in one area coughing and sneezing all over the shelf so the chances are higher that you are going to get flu during that particular time so for 70 Rand it's worth it and we for example did a study on people last year returning from Hajj and two years prior to that 10 percent of people actually came back with a flu virus in their throat and these are just some of the people that we that we sampled so it's worthwhile taking it and why I'm emphasizing it is firstly it gives us less work if you've done if you've got the flu vaccine but secondly it adds to the value of your Hajj you're likely to get less sick and you're likely if you're going to get sick not to get so intensely sick as you normally have we all know flu puts you flat in bed for three days if you get sick a couple of days before Hajj people stay in bed for two reasons firstly you don't want to go out and spread the virus around you want to confine it to your room secondly if you rest you're building up your body building up resistance and resting for the five days of Hajj and we have this famous saying in our clinic that give us three days of rest we'll give you five days of Hajj and I think that's probably the best exchange a person can ever have Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not walk during his Hajj he even did his towaf alifada on the back of a camel now what better example can we have than the than the example of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam in fact he at one stage whilst he was on his camel going towards Arafah noticed a gentleman being propped up on both sides by his sons walking towards Arafah he stopped and asked the gentleman what are you doing he was told that the man is walking to Arafah prophet sallallahu alayhi wa sallam order the gentleman to get onto a i'm not certain whether it's a horse or camel but order the man to get onto a a mode of transport with the words there is no benefit in what he's doing so clearly walking there is no such thing as a walking Hajj we're not discouraging those who actually want to uh uh but we find most of our problems especially on the first day is people walking from from Mina to Arafah remember you're walking against the rising sun the sun is coming up into your eyes you're walking with the temperature rising up to 50 to 55 degrees while you're going for Hajj Hajj is Arafah and the time of Arafah when you have to be at your at your strongest you know at your your mind must be at its soundest it's at the time of Hukuf if you get to Arafah and it's happened to be and i'm relatively fit i've been to to Arafah got there at 10 o'clock and i fell asleep and the one story that i've written about that i've always tell people about is i got there at 10 o'clock there was a lady with a very tight chest and i said i'll see to her right now half an hour later someone woke me up and said this lady's busy dying i just fell asleep because i was so tired listen to this lady's chest i asked her why didn't you wake me she said she didn't want to disturb me she had such a tight chest we had to nebulize her and then we had to take her to hospital and this happens to even the fittest of people so what i'm emphasizing is that do not walk to Arafah it is you're going to miss out on the biggest day of your life because we've had marathon runners and Hafiz Kuvada can attest to that marathon runners who collapsed as soon as they got to uh to Arafah we are not used to those type of heat conditions walking back in the evening from Arafah to Musdalifah if you if you want to do that it's in the cool of the evening you are welcome to attempt that but as has been mentioned before the shuttle service nowadays literally takes 30 minutes from Arafah to Musdalifah one other thing i want to add is it's going to be 10 years of heat for the next 10 years because we know that Hajj moves 10 days closer every year and it's in the middle of this Saudi summer those who can go when they're young should be going make whoever's not applied yet to go for Hajj and you're relatively young go when you can we look at the figures of who passed away yes we all know older people have a bigger chance of dying but 65 percent of people in icu last year were in Saudi Arabia were due to heart attacks and these people had heart problems before that was not optimized these people were on in hospital and not on Arafah where they were supposed to be we do not want you to hide your diseases because then we can't help you what we if we send out forms for example on the on the website where we ask you to put in your your details tell us what's wrong we can't stop you from going for Hajj if you've been if you've been accredited but we can optimize your stay there we can make it the best time that you can have to a certain extent and within limits obviously you for example have heart pains today your agent has remember your agent has to take you to hospital from the south clinic south staff members have their own work to do so a taxi is going to cost you 50 reais you have to go to hospital the agent is taken out of circulation for the whole day that you're there and if you come back they've only given you two tablets for example you need to go back a couple of days later the same scenario plays it out again so the take-home message is please get your medical conditions stabilized here before you leave no doctor in his right mind if you are relatively fit to travel will will ever tell you that you can't travel i don't think any muslim doctor will go to that type of extent but like Hafiz Kovadia said it becomes difficult in these times when we're you know when they are limiting people's uh the numbers of people that can go they're limiting the assistance that the agent can take each agent can only take one helper per 50 people so he if a bus from Arafah is filled with 50 people one one of the agents has to be with him if someone is sick someone has to stay behind you know so the numbers of helpers to the numbers of hujahs is very very skewed against the hujahs well because of the restrictions that have been put in so try to go when you're relatively fit when you're relatively young and those who are older try to make friends for those in the groups so that the the those in the group will assist you whenever it is necessary oh 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 ترجمة نانسي قنقر